حمزة في وسط كل المعطيات دي والأفكار دي والنقاشات دي وياه كابتن حمزة نخايف نهبط الجمهور اللي كان ما بيسبش ما تشغل لو بيحضروا بس في نفس الوقت بيصرخ في الشارع في الإسماعيلية ده كان عامل دعم ساهم في النجاح ولا أكتر كان عامل ضغط زود من الصعوبات تشوف جمهور النادي الإسماعيلي بص جمهور عظيم وبذل جهد كبير جدا وأحيانا كان بيغضب من الضغوط اللي عليه مزبوط أنا كنت متقبله وكان بيحصل على الجهاز الفني هجوم في شخص حمزة كمان أنا متقبله على فكرة أي مدرب في العالم في العالم بيحصل ليه الهجوم وأنا على فكرة أنا عارب جمهور النادي إسماعيلي وقدر حمزة جمل إيه وأنا بمشي في الشارع الإسماعيلي على فكرة أنا عايز أقولك أنا واخد حق وزيادة في الشارع الإسماعيلي مع جمهور النادي جمهور النادي بالذات جمهور النادي إسماعيلي عارفه وجمهور عظيم وراقي وجمهور دعم للنادي وعنصر أساسي بالنزلنا على فكرة فيه أوقات مضغوط خاف على فرقته لازم استحمله آه مفهول لازم استحمله فيه تجوزات حصلت عادي 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 طبعا طبعا أنا بتقبل الجمهور أنا كسبان وأنا كسبان وحمزة ومش عايف حمزة وحمزة أحسن واحد والنادي إنت مضغوط بنخسر مش عايف إيه فلازم أقول أديه عذر مفيش مشكلة عادي بالنزلنا جدا جدا يعني فعلا بتتعامل معها بهذه البساطة؟ ها طبعا طبعا بص إنت لو مش كوتش وعندك الشجاعة والجراءة إنك تتحمل الآخرين تقعد في البيت طيب الجمهور مفهوم جدا إنه ما يفهمش اللي بيقوله الكابتن حمزة الجمل وهو قاعد مع الإدارة وبيقول لهم إن كل تلات ماتشات هاخد خمس نقط فما تقلقوش أنا هقعد في الماتشة قبل الأخير مفهوم الجمهور عايزك تكسب الأول خمس ماتشات فتقعد من أول خمس ماتشات من قبل ملعب المحللين على الجانب الآخر المتابعين لمباراة الإسماعيلي اللي بيطلعوا في البرامج بيحللوا الإعلاميين اللي بيتكلموا النقاد اللي بيناقشوا زعلوك ولا أقنعوك بتحليلهم لمسرتك خلال الرحلة خلال رحلة البقاء أنا أقول لك عن حاجة من خلال شاشتك من خلالك عايز أشكر الإعلام المصري كله معلقين موزيئين مرسلين نقاد سوشال ميديا خارجية وداخلية نوعا ما داخلية عندنا في الإسماعيلي إنه ورف جنبنا الإسماعيلي فيه نقد شوف أنا بعرف أتعامل مع النقد كويس النقد ده والسوشال ميديا ده شيء مهم ما أدرش أنكره يعني بقى عنصر أساسي موجود في المنظومة معنا وأنا بحترم كل الأراء على فكرة أنا مليش دخول على السوشال ميديا ولكن في الجهاز الفني يقول لي فيه كابتن كده فيه كده ولادي مثلا أحيانا يقول لي فيه كده وكده أنا محترم كل الأراء ولكن هذه الأراء أحيانا تميل للعاطفة ما أنا النهاردة أنا أقول لك على حاجة إحنا عندنا معي جهاز فني ومعي محل الأداء ومعي كذا أقول لك على حاجة يعني حاجة ليك أنا معي فريق سكاوتينج تاني خارج الجهاز الفني لا أعرف عنه حاجة ما أحد أشرف عنه حاجة بيتقادى أجرا بيأخد أجر بيأخد فلوس من بره الفريق ده خالص لأن أصلا إحنا في لغة الإحصاء ولغة الأرقام مظبوط فأنا عارف اللاعب نفسيا إزاي أنت بعاطفتك اللاعب بيشوت فيه حاجات تانية بتتحط علينا حاجات تانية الجانب النفسي الجانب البدني الجانب الزهني الجانب التكتيكي بيدفع إزاي بيهاجم إزاي حيربط مع ده ومعده ومعده ده بييجي من خلال تحليل دقيق سواء من جوة النادي أو تحليل خارجي إنما أنت بتلاقي مثلا العاطفة أن أنا بحب حمزة النهاري مش هيفدني حمزة دي بقتي بس هيفدني بعد كده والله العاطفة أنا أعزي لها بس صغرية مثلا العاطفة أنا أعايز واحد يعني استرم كويس جمهور إسماعي الزواق أو السوشال لا 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 فأحيانا أحيانا بتبقى عاطفة مفهوم بتبقى موجة ماشية بتبقى أحيانا مش كتير توجيه لحاجة معين أنا بيتوجيهشي إنما لو كان توجيه يعني أنه ينتقدك 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 عشان تعمل اللي هو عايزه آه طبعا أحيانا طبعا مش كتير بس أنا أنا واقع للنوطة اللي أنا معاي جهز آه ومعاي فريق سكاوتينج ومعاي كذا وكذا وكذا فإحنا قرارتنا بتنبع من خلال أركاب رحلتنا اللي إحنا حطين خطتها من قبل ما تبدأ طبعا لأنه إنت مش متعايش معانا يعني مظبوط إنما أراعك يعني مفيش مشكلة في أراعك يعني في وسط